وبالتأكيد كلنا تابعنا روي بيتوريا وهو بيعلن قايمة منتخب مصر وانتوا عارفين قاعدتنا هنا دائما وابدا في قناة النادي الالي في كل البرامج مش بتكلم عن برنامج الالي خطح مرفقة لغير ممكن اننا ننتقد بعض الاختيارات ننتقد بعض السياسات في اختيارات الموديل الفني في التعامل مع بعض الامور حتى بطريق التعامل مع الاعلام لكن في النهاية هنكون دائما وابدا خلف المنتخب ده موضوع امر مفروغ منه هنكون دائما وابدا خلف المدير الفني للمنتخب مهما كانت درجة اختلافاتنا او بعض الملاحظات اللي عندنا عليه لانه في النهاية مش بيمثل نفسه في النهاية ده منتخب نحن منتخب مصر ولكن هتكون الرسالة المراضي متوجهة للمسؤولين عن منظومة كرة القدم لان في النهاية دول اللي متوجدين بانتخابات بأصوات جماعة ومية وما فيش حد يتحاسب لما بتحصل اخفاقات القصة كلها بتنتهي على تقديم استقالة او اقالة وبنرجع تاني بنفس الطريقة بنفس الاسلوب ونفس الوجوه بنفس الوجوه وبنرجع للاخفاقات فهنا لا الامر هيكون صعب وهنقف وقفة مع المسؤولين عن كرة القدم وزي ما بندي كريدت في وقت من الوقات وكان فيه كريدت واصل لدرجة كبيرة جدا في الاعلام الرياضي لكابتن حازم قام تحديدا على اختيار ريو بيتوريا لما يحصل بعض الامور اللي عليها ملاحظات لازم هنتكلم هنا مش هنتكلم في اختيارات فنية او وجهة نظر فنية لان في النهاية كل مدير الفني من حقه يستعين باللعبين اللي هو الشايف انهم ينفذوا الخطة بتاعته وطلعنا هنا قبل كده وكنا لما كان محمد شريف بيقعد احتياطي كنا بنقول اشتغل على نفسك وحاول تبزل مجهود مع كارلوس كيروش وانه يعتمد عليك في النهاية المدير الفني هو المدير الفني في اي مكان لكن لما المدير الفني يتخطى حدود الامور الفنية ويبدأ يتخطى حدود الحديث عن منتخب مصر ويروح ان هو يتكلم عن النادي الاهلي لا مش هنسمح بدا ومش هنوافع على ده ومش هنقبل بدا ده امر يعني لا يقبل الشك خلونا استعرض الاول صورة الاسماء اللاعبين اللي استعانى بيهم روي بيتوريا في المعسكر القادم في احراصة المرمى الكابتل محمد الشناوي محمد عواد محمود جاد خط الدفاع عمر جابر أقرم توفيق محمود متولي باري المحمدي حسام عبد العمجيد محمود علاء حسين السيد عبدالله جمعة حمدي فتحي مروان عطية امام عشور محمود حمادة محمد مجدي أبشا عمر السيسي احمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر واحمد عبدالقادر ومصطفى عبدالرقوف دول في خط الوسط في خط الهجوم مروان حمدي ومحمد شريف واحمد ياسر ريال ديها فرس الاختيارات اختار تمال لعيبة من النادي الأهلي ورأيك مبدايا في الاختيارات بشكل عنه بص هو المعسكر زي ما بنقول يعني أهدافهم معروفة أنت أوتحلك في وقت تعمل المعسكر فبتحاول تستغله فالأهلي طبعا يعني اللعيبة اللي موجودة منه أكيد أكيد أي لعب في النادي الأهلي بيكون عنده تطلع يكون موجود في المنتخب وعشان كده يا جماعة جملة مهمة جدا يعني أنا لن أخفي إن في بعض كتير من الجمهور يقول خلص ما خدوش مش مشكلة ومش عارف إيه لا طب كتير جدا من لعاب النادي الأهلي طبيعي بيكون حريص على تمثيل منتخب مصر كمان فكرة إنه حس إن لعابين موجودين أقل منه فنيا دي أكيد طبعا بتقلل وبتحبط اللاعب فجماعة فكرة إنه أصلا مش مشكلة لو ما اتأخدش ما فيش حاجة أسماء كده في الكرة وما تقساش من زويتك أنت كمشجع يعني البعض مثلا نيجي يقولك إيه أصلا لو علي معلول مش موجود مع منتخب تونس في كاس العالم ماشي ما كويس أصلا يبقى موجود معه بالنسبة للعلي معلول هتبقى أسماء الظبط دي أعوث سامة مهمة جدا بالنسبة للعلي معلول موضوع عامل إزاي فلا طبعا يا جبعة أي لعب أي لعب يتمنى يكون موجود في منتخب مصر يومسل منتخب مصر وللأمانة هذا شرف يعني عشان الناس تبقى فاهمة وجهة نظرنا هذا شرف لأي لعب أنه توجد في المنتخب المصري النادي الأهلي زي ما قلنا المدير الفني اختار أسماء غير دي خالص وقال دي والله وجهاته وقناعاته الفنية خلاص هتكلمه فيه هو حره هو اللي بيحسب في الآخر إنما حينما يتعرض الموضوع بلاعف مع النادي الأهلي وكيفية تبرير ده وكيفية تناول النادي الأهلي دي هنا تبقى ضيطنا احنا في البرنامج ده وفي النادي الأهلي بالتأكيد يا فارس هنطلع نشوف أصلا يعني ريو فيتوري قال إيه عشان هنرد برضو زي ما انتوا عتدتم معانا كده بالورقة وبالقلم ومش قصة وجهات نظر ولا قصة ان انت بتدافع عن اللاعب بتاعك سواء كان مقدم مستوى جيد او مقدمش مستوى جيد لان احنا مش بنغدع انفسنا ولا بنغدع لعبينا فتعالوا نشوف تصراحات ريو فيتوريا لما تحدث فيها عن النادي الأهلي بشكل كان لازم وقفة من خلال البرنامج أنا معجب بكاريم aliás nós trouxemos-lo no primer estágio quando se calhar até foi o pior momento da equipa dele e que se calhar ninguém até acreditava portanto se houve alguém que acreditou no كاريم fui eu já o conheço bem agora que quisemos ver outros jogadores que eu acho que tem potencial para também estar na seleção e dar-lhes este input da seleção nacional é طبعا انا اعرف اسلوب لعبه كويس جدا ولكن اللحظة دلوقتي ان انا برضو محتاج اشوف اللاعب تاني يكون برضو عنده مجدرة بشكل مختلف في نفس المكان بتاعه وان انا اقدر ادي له برضو اللي هو الانطباع او التعامل على مستوى المنتحد بص خلينا نحط مبدأ كده لو المدير الفني طلع قال انا مش هتكلم عن اي لعب ما كناش فتحنا القصة ولا اتكلمنا في القصة دي لكن طالما انت روحت لسك التبرير فده موضوع وروحت للنادي الاهلي فده موضوع لازم نتكلم فيه انت عرفت منين ان اللاعب لم يتمتع بثقة او ثقة النادي الاهلي او ثقة المدير الفني في النادي الاهلي طيب انت كنت بتقول انا واثق فيه انت لعبته كم دقيقة في المباراتين انت لعبته المباراتين مثلا بدأتين بشكل اساسي لا لعبته مباراة واحدة نازل كبديل حوالي 27 دقيقة ده اللي لعبه كريم فؤاد طب جربته في اكتر من مركز كان نازل على حساب مين على حساب عمر جابر الباك رايت طيب كريم فؤاد بدأ المسم ازاي بدأ جناح بدأ في مركز مختلف عارفين ان المركز ده بالتأكيد صلاح هو رقم واحد فيه ده شيء يعني بديه لكن بما انك بتقول بتجرب وعندك لعبين عايز تشوف لعيبة اخرى طب ما تدي فرصة للكريم فؤاد في المركز ده ده رقم واحد رقم اثنين هو انت مش فيه لعيبة ضمتها هي هي نفس اللعيبة اللي كانت في المعسكر الماضي لما تعملتش معها نفس معاملة كريم فؤاد كل ده انت اللي فتحته بتبريراتك لان انت تكلمت عن ثقة النادي الاهلي في اللاعب طيب باختصار شديد ريو بيتوريا كان جاي في توقيت اختيار النادي الاهلي لسوارش اللي اتنين تقريبا جايين في نفس التوقيت ووقتها بعض الجماهير تحدثت عن اختيار سوارش واختيار حازم امام لروي بيتوريا وعقد المقارنات وما شابه حاليا الامور اعتقد اختيار قولر يعني بقى اوضح بكتير لجماهير الاهلي لكن خلينا نروح اصلا كريم فؤاد سامحنا لو بنتكلم منتخبات كمان مقارنة كمدرب منتخب سيبك كمان من نادي طب ده عنده خبرات في النادي منتخب فيتوريا لا يقرم بكولر اطلاقا يعني ده راجل وصل لترتيب عشر على العالم اوما انا قلت انا قلت لا انا قلت كولر دلوقتي جاي غط على القصة انا بكلم وقت اختيار سوارش لكن كولر دلوقتي الاختيار مختلف تماما وجامهير النادي اللي قال عندها قناعات بقى بلها في الشارع لا كولر بالنسبة لهم في اللاعب ونشوف اللاعب ده لعب فعلا مع النادي الاهلي السقة دي تبان ازاي السقة دي تبان ان النادي اللاعب بيدخل القايمة ان اللاعب في كل مباراة متواجد ان اللاعب بيلعب عدد دقائق في المباريات وعلى حسب عدد دقائق دي نشوف بقى السقة تفيه كبيرة ولا السقة كانت فيه صغيرة استعرض لي بقى كده دقائق لعب ومتشاط كريم فؤاد في الوقت اللي بيتكلم فيه روي فيتوريا روي فيتوريا مسئولية منتخب مصر حتى نهاية الموسم ايه بقى محصلة كريم فؤاد لاعب في المباراة فيوتشر 72 دقيقة انا بكلمك عن فيوتشر وبرامدز اللي هم فرق كانت بتنافس على المربع يا زيب فيوتشر بسبب بس يعني لقاءات وهدف كان خادل خامس ولكنه كان وصل لمرحلة وكل ده ابنما تبدأ تريح بالزبط لاعب مع بيرامدز 90 دقيقة لاعب مع الجونة 66 دقيقة مصر المقصة 73 المقاولين العرب المباراة كاملة الاتحاد السكنداري المباراة كاملة المصر 26 استرن كاملة الاسماعيلي كاملة امبي كامل طلع الجيش كامل سيراميكو لبطرة كامل في كاس مصر مصر المقصة 57 دقيقة على اي اساس روي فيتوريا طلع وصرح ان النادي الاهلي او المدير الفني للنادي الاهلي كان وقتها لا يصق في كريم فؤاد امان لو بيصق ده الراجل غاب مباراة واحدة طب انت بتقول بسط لعبت المباراتين ما لعبتوش المباراتين فانت مين او حاليك انك تتكلم عن النادي الاهلي ما يا جماعة القصة ما تبقاش بالشكل ده احنا هنا بنقول بندعم المدير الفني ولكن واضح جدا ان فيه الوان بتتدخل وفيه حسابات وفيه حد على ودن الراجل ده باختصار شديد مين اللي قاد على ودن روي فيتوريا عشان يطلع يتكلم عن كريم فؤاد بالشكل ده ويتكلم عن النادي الاهلي بالشكل ده وعايزنا احنا نقبل ده مين مين اللي بيواجه روي فيتوريا لبعض اللاعبين اللي اصل ربما مش هفهمش يضمهم في المعسكر مين مين اللي بيقوله خد اللاعب ده ارفع روحه المعنوية شوية اصل اللاعب ده بيمر بقزمة بقاله سنتين مين عشان يطلع يتكلم مع نادي الأهل. اطلع اقول اللاعب ده ما عنديش قناعات فنية بيه. اطلع اقول اللاعب ده هضم المعسخر الجاي. لكن انت تدخل في علاقة اللاعب بالنادي لأ. ده دودان. ولو دي أفكار مدير فني تبقى كارسة. يبقى القصة كارسة. انت أصلا دورك ان انت تدعم علاقة اللاعب بنادي. ده لو اللاعب عنده مشكلة مع مدير فني في النادي وانت محتاجه. انت تحاول تحل المشكلة دي بالتواصل مع المدير الفني. يعمل كده بس مع العبين تانيين. اه مش معنا يعني. اه لا. بس خلاص احنا بنتكلم في دور. احنا بنتكلم في دور. فإذا انت فيه مشكلة مع النادي الأهلي عند البعض من خلينا اقول اللي حوالين روبيتوري. مش اللي على ودين روبيتوري. احنا مش هنسمح بده. وتحديدا كمان ان كريم فؤاد منهاش الموسم بس. لأ طب ما ممكن يكون كان فيه ثقة ونهى الموسم بشكل كويس. بس بدأ الموسم مثلا بداية مش موفقة. هل بقى كريم فؤاد بدأ الموسم بداية مش موفقة؟ لا هو كريم فؤاد حتى مهمة جدا. لو انت بتنظر ليه انه هو جناح فانت دي اهم فترة محتاج تشوف الراجل ده. لما نبدأ ندخل في وقت حيبقى فيه صلاح وحيبقى فيه المحترفين. هل ده يقدر ييجي يبقى قاعد كده ستاندينج او يبقى جاي قاعد جاهز كده مستني من ياخد فرصة او يبدأ بديل او كده هي دي اكتر فرصة. ليه لان الراجل ابدأ ده مهم جدا. في المباراة الداخلية يعني احنا احصائيات كريم فؤاد مباراة الداخلية يعني ينفنش ازاي لان انت انت استنيت على انت قائمتك امتا؟ بعد الجولة ما انت؟ بالزبط يعني حتى مستني تشوف الراجل في المباراة الداخلية هدفين مسجلهم وصنع هدف. وليه هدف ما لغي هنتكلم فيه ولكن كمان بعيدة على هدف تلغى ولا لأ؟ الراجل عامل خمس محاولات على المرمى منهم أربع أربعة من خمسة. التحامات دفاعية ده كمان على الجانب الدفاع اللي يديك ان ده لعب جوكر. انا عايز جناح هلعبه جناح. انا عايزه فول باك هلعبه فول باك أربعة من أربعة التحامات دفاعية كسبانهم. نسبة تمريرات صحيحة 48% يعني عامل 26 تمريرات صحيحة من 31 فدي القصة اللي احنا بنتكلم فيها الراجل مدي أداء يستحق يكون موجود في المنتخب